كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة شخص عادي يعني ربما شخص في السوشيال ميديا او لا حتى إلا كان فنان او شخصية معروفة يعبر على فكره او لا وجهة نظاره في حاجة معينة تلقى واحد الهجوم عليه يعني والناس كتستحل دمه وكتحرض على قتله وعلى يعني وما كيش واحد الرادع قانوني ضد هاد شي يعني اللي يوقف هاد شي ففعلا نحن باقي شي شويش بعادين يعني على المفهوم الحقيقي دي للحرية الفرضية محتاج حاجة باش يكون مجتمع متحضر ومجتمع يعني 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 كيعطي القيمة للإنسان وفكره ويعطي فرصة يعني العقليات مختلفة تطلع وذلك العقليات رأي ممكن ينتج منها بززاف الحويج مختلفة ممكن يطلعوا مننا مفكرين علماء احنا بحكم البشر والمواطن يعني كيخاف من الطرف الآخر عندك هو يعبر على فكرته يتعرضولو يقتله يضربو حتى ويلا ما وصلناش للقاتل الحمد لله حنا شي شويش وخيرا هذا العام للأسف كانت كوارث ولكن غير ذلك الفكر أنك تحس في مجتمعي لا عبرت على رأيك غطلقى واحد الهجوم والناس كملة كتحرض على ضدك وكتحرض على نبدك وكرهك وحتى على قتلك فباقي للأسف ما وصلنش من ذلك المجساوى الحقيقي ديال الحريات الفردية وكانت منى كانت منى مع هذا الجيل الجديد اللي طالع والطبقة الحمد لله كينا واحد طبقة في المجتمع طبقة متقفة واعية قرية كانت منى ذلك الطبقة تتغى تكون هي السائدة في المجتمع يعني أنا ما كنلمش ديك الناس اللي للأسف هدي عقليتهم حيث هما ضحايا واحد الفكر اللي يجنف واحد الوقت يعني في آخر السبعينات والفكر اللي هو هابي اللي للأسف طلع واحد الجيل جيل مؤهل أنه يكون متطرف وأنه واحد الأرض خسبة أنه يتحول الدواعيش وإرهابيين وللأسف كانت منى شي بالواعي شوية ديال الشباب وديال ليجون اللي طلعين شوية والناس المتقفين يأتوا كتر على على السبب باش الناس ويجت توعى وتعرف المجتمع الحقيقي كيفاش خصو يكون باش يعنف الحب والسلام والتعايش والسلم وإن شاء الله كانت منى شي يكون في بلدنا حيث بلدنا زوينة وبلدنا عريقة كانت تستحق أنها تكون يعني في مصاف الدول المتقدمة لمن جانب الحقوق الإنساني لمن جانب الحرية الفرضية لمن جانب تقدم تقافيه العلمي إلى آخره تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد